بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية التعبير الكتابي أبين قانون السير الصفحة 93 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي أخطط للكتابة أقرأ الموضوع رأيت أن بعض الأطفال لا يحترمون قانون السير ويعرضون حياتهم للخطر فقررت أن أنصحهم وأبين لهم قانون السير هذا هو نص الموضوع أننا نلاحظ بعض الأطفال الذين لا يحترمون قانون السير وبذلك يعرضون حياتهم للخطر فقررت أن أقدم لهم النصيحة وأبين لهم قانون السير أخطط لموضوعي ألاحظ الخطاطة البداية الحدث النتيجة النصيحة يعني البداية التي تتضمن يعني الزمان والمكان والأشخاص أو الشخصية التي سوف نتحدث عنها الحدث يعني ماذا وقع النتيجة نتيجة هذا الحدث والنصيحة التي سوف نقدمها ألاحظ مشاهد كل حكاية وأستعين بالخطاطة ثم أعبر شفهيا عن كل حكاية إذن هناك ثلاث حكايات الحكاية الأولى الحكاية الثانية والحكاية الثالثة إذن نلاحظ مشاهد كل حكاية وأستعين بالخطاطة ثم أعبر شفهيا عن كل حكاية إذن نبدأ بالحكاية الأولى الحكاية الأولى نلاحظ طفلا يريد أن يعبر الطريق من غيري يعني الممر الخاص للرجلين في المشهد الثاني صدمته سيارة وكان يعبر يعني من مكان غير مخصص للرجلين في الصورة الثالثة هناك يعني ملتقى الطرق وهناك ممر خاص بالرجلين ثم هناك إشارات ضوئية يجب احترامها للسلامة سواء سلامة الراجل أو الراكب إذن هنا النصيحة التي يمكن أن نقدم لهذا الطفل هو العبور الطريق من الممر الخاص بالرجلين مع احترام الإشارات الضوئية الحكاية الثانية نلاحظ طفلا تعبر الطريق من الممر الخاص للرجلين ولكنها لم تنتبه للإشارات الضوئية هنا الإشارات الضوئية تشير إلى الضوء الأخضر والضوء الأخضر يسمح ويعطي الأسبقية للراكبين يعني للسيارات والحافلات والدراجات وغيرها إذن فهي تعبر الطريق في الوقت الذي تكون للسيارات والحافلات والدراجات وغيرها تكون لها الأسبقية في المرور النتيجة نتيجة هذا التهور فإنها صدمتها دراجة نارية لأنها لم تنتبه للإشارات الضوئية النصيحة التي يمكن أن نقدم لهذه الطفلة أن تحترم القانون سير وأن تحترم الإشارات الضوئية وتنتبه إليها قبل العبور الحكاية الثالثة هناك شارع رئيسي هناك مجموعة من السيارات والحافلات ونلاحظ هذا الشخص الذي يمتطي دراجة فإنه يسير في الاتجاه المعاكس وهناك علامة المنع يعني ممنوع أن يسير في هذا الاتجاه المعاكس للسيارات فماذا كانت نتيجة هذا التهور وعدم احترام قانون سير هو أن صدمته سيارة ويمكن أن نقدم له نصحة أن يحترم علامات المرور لسلامة روحه وسلامة الآخرين أختار حكاية وأكتب جملة أو جملتين عن كل مشهد ثم أربط بين هذه الجملة سوف أعطيكم مثالاً كنت ذاهبة للصيدلية في الشارع المقابل أنتظر الإشارات الضوئية التي تسمح بمرور الراجلين إذ بفتاة تحبر الطريق دون الانتباه فصدمتها دراجة نارية واتصل صاحب الدراجة بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لا يجب على الراجلين عبور الطريق ولو من الممر الخاص بهم دون الانتباه إلى الإشارات الضوئية فلنحسر قانون السير لحماية الراجلين والراكبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته